اشتركوا في القناة اكتر الدعمين واكتر مساندين لمنتخبنا الوطني واتكلمت في القصة دي كتير وقلت سجل والحساب متأجل وخلينا نروح للقطة الاخيرة وخلينا نروح للصانية الاخيرة ونفسي خلص ونفسي راح وفضل تقول نساند 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 اعتقد ان خلاص اعتقد ان دي النسخة الاسوأ الاسوأ لأي منتخب وطني شارك في كاس الامم الافريقية مفيش اداء مفيش شكل مفيش اي حاجة مفيش اي حاجة حتى مباراة النهاردة مفيش اي حاجة في عشر لعيبة بيجروا في الملعب وجول واقف فقط لا خير بطولة بلا اي مكسب بطولة بلا اي مكسب مفيش مباراة اقول ان احنا مش موفقين سيبكوا بقى من الارقام والاحصائيات والقصص وكنا حنضيع الجون ده احنا ملعبناش تقريبا ولا فريق جامد يعني ربنا نصلنا الامور كده ان احنا اخدنا فرق على قد ادنا ولكن المستوى والامور الفنية والتاكتك مفيش حاجة كل حاجة في البطولة دي غلط كل حاجة في البطولة دي غلط هل كان في الامكان افضل مما كان اكيد لان مفيش كده يعني مفيش حاجة بالسوق ده دايما كنت اقول ايه زق المباراة النهاردة مش كويسة بكرة هتبقى احسن بعده هتبقى احسن بعده هتبقى مفيش مفيش احنا شكل في الملعب بلا اي شكل بلا اي امور فنية حاس لعبة بتجري مع نفسها بيتوريا الامور هربت منه تغييرات غريبة توقيتات غريبة كل حاجة غلط كل حاجة غلط حتى التصريحات غلط تعامل اتحاد الكورة مع ملفات معينة غلط كل حاجة مش في مكانها واحد حيقول لي كان فيه اللعيب الفلاني متقلق مصطفى محمد كان نجم اكيد فيه لعيبة اجتهدت ولكن انا النهاردة بتكلم بصورة عامة كل حاجة كانت في البطولة دي سيئة كل حاجة كل حاجة يعني مش عايز اقول ان فيه حاجة مش بشكل جيد رغم ان الظروف والامور والدعم اللي اخدوا المنتخب ده في البطولة دي غير طبيعي من اهتمام السيد وزير الشباب والرادة بتفاصيل التفاصيل بصراحة عشان بس نبقى حقانيين قاعد لهم في الملعب لابسترينيك سوت وقاعد لهم في الملعب ثانية بثانية زيارة السيد الرئيس والدعم مؤسسات الدولة وتوفير كل شيء للراحة لحد يقول لي بقى معذكر ولاحد يقول لي كان مفيش تركيز ولاحد يقول لي اصل الموضوع ولاحد يقول له الحكاية ولاحد يقول له الرواية مفيش مواضيع مفيش مواضيع الناس دي محدش اثر معاهم ده لما شفته بعيني ودمنا تبعته ولكن الامور الفنية خارج نطاق الخدمة خارج نطاق الخدمة تماما تماما هل ده افضل ما في الكرة المصرية اكيد لا عندنا افضل من كده بكتير جدا 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 بمنتهى الصراحة ومنتهى الشجاعة عندنا ناس كتير جدا 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 افضل من المشهد اللي احنا شايفينه في الملعب ده افضل من المشهد ده ليه المشهد ده موجود انا معرفش فيتوريا ليه طلعت الصورة بالشكل ده انا برضو ما عنديش فكرة ولكن ولكن المنتخب الوطني مراحش البطولة دي من وجهة نظري ووجهة نظر كل الجمهور اللي موجود لو بنقيم اكيد هنقيم صفر عارف ان النقد ممكن يكون قاسي وعارف الانتقاد وعارف الانتقاد الفني ممكن يكون صعب انا هنا ما بروحش بقى لشخص ولا تصريح ولا موقف ولا ده عمل ولا اخذ واحد على حدة وده عمل ايه وده كان كويس الحديث جمعاء جمعاء انا ما فيش مباراة انا ما عدتش ربع ساعة شفت المنتخب سقفت انا النهاردة في مباراة النهاردة باللاعب فريق متواضع متواضع او حد يقول لي فريق احنا كل الفرق اللي بلعبها ضعيفة وبتظهر قدامنا بشكل قوي احنا في البطولة دي مش موجودين مش حضرين مش مركزين في مليون حاجة غلط في مليون حاجة غلط ايه هي؟ انا الحقيقة ما عنديش فكرة كل مباراة كنت اقول اللي جاي افضل اللي جاي احسن ها مدي يدك ها ولكن خلاص حاولت بصراحة بقدر المستطاع وحاولت اشد الناس حتى الناس ما كانش كتير عندهم امل احنا محتاجين حاجات كتير قوي في الكرة المصرية احنا محتاجين نبني من جديد عشان ما نتحكش على بعض عشان ما نتحكش على بعض الجيل الحالي كل سواهم طيبين خلاص الموضوع خلص عدد كبير جدا من الناس اللي موجودة الامور خلصت خلاص احنا محتاجين نبني محتاجين نشتغل على الناشيين محتاجين نشتغل بمانوال مختلف احنا محتاجين حاجات كتيرة جدا مختلفة عايزين نصارح نفسنا ونشوف الدول الافريقية قرويا راحت فين اعرف يا راحت ليه عشان فتحت الاحتراف واشتغلت على الناشيين وابتدت تطلع لعيبة برة لازم لازم تشتغل على كده ولازم تعمل لوائح تسمح للاندانة تطلع لعيبة برة ولازم تعمل لوائح تسمح ان اولاد صغيرة تشارك في كل فريق افكار كتيرة جدا 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 مش بنخترع العجلة مش بنخترع العجلة اي حد دارس اي حد فهم الافكار دي في النهاية موجودة محدش يقول لي ان هنعمل هنمتلقوش هنشد هنكمل احنا محتاجين احنا محتاجين نعمل بناء مظبوط للكرة المصرية بمنطقة الصلاحة دون التجاوز في اي شخص عارف النهاردة ممكن الناس تطلع وانتقاد وسكين انا مش بتكلم في اشخاص انا بتكلم في منتخب بنحبه وبتكلم في حاجة يعني دمنا الحياة بيروح فيها وبتكلم في اعصاب بتتحرق وبتكلم في شعب هي دي عشقه هي دي فرحته بتكلم في حاجات المفروض ان هي تفرحنا اتفرحنا ازاي لازم نبنيها لازم نشوف الناس في افريقيا تحركت ازاي المنتخبات اللي احنا شايفينها الراس لاخدر والكنغو والمنتخبات ده احنا الكنغو قبلنا 12 مرة كسبنا 8 وتعدلنا 3 وكسب مرة واحدة النهاردة احنا بنقول بس نوصل لضربات الجزاء من اول المتش واحنا بعيد على فريق متواضع على سكة سهلة لنا على سكة سهلة لنا امور الحقيقة النهاردة حزينة جدا 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 وزي ما قلت لكم تقييمي لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة هو صفر لم يحتاج اجيب السيد حسن المستكاوي لم يحتاج اجيب حد اسأله ولا بتاع انا بدل لحضراتكم رأي الناس في الشارع رأي الناس اللي قاعدة رأي الناس اللي اتحرق دمها رأي الناس اللي حاسة ان مفيش تركيز رأي الناس اللي حاسة ان كل واحد بيفكر يمين وشمال في حاجات برا الكورة بتدي مكسب الحاجات دي لو مش متوفرة مفيش مكسب ادينا ظهرنا كتير وقلنا سيبكم من دي وسبكم الموقف ده وسبكم التعامل في الملف ده وسبكم التصريح ده وسبكم الكسة الفلانية وسبكم الكسة العلانية الحاجات دي بما بتتجمع هي اللي بتعمل مكسب وانتصار خبرات السنين دايما في الادارة هي اللي بتعمل مكاسب هي اللي بتقدر تبني عليها احنا محتاجين في الكورة المصرية مصرحة مصرحة مش محتاجين حد يضحك علينا مش محتاجين حد يقوله ما تلاقوش وحنروح وحنكسب عندنا منتخب احنا عندنا حاجات كتيرة غلط وعندنا حاجات كتيرة لازم تتحسن احنا جينا من سنين كتيرة جدا الدولة المصرية كانت ظروفها صعبة جي السيد الرئيس وجات مؤسسات الدولة المصرية عايزين وقت نشتغل طرق مدن بنية تحتية استدات حاجات امور مختلفة